ووجودكم اليوم يثبت لنا جميعا بأن دول ذات إرادة طيبة من كل أنحاء العالم تستمر بتنفيذ وعودها وتأكد من أي تراجع للقوات الأوكرانية ليس ألا بمرحلة خاطفة ولقد أكدت هذه المجموعة أننا سنقدم الدعم لأوكرانيا لدفاع عن حريتها على المضى الطويل كما سنمد أوكرانيا يد العون للعمل في حملتها المضادة في الرابع لكن علينا أن نتكاتف ولتوفير الدعم الذي وعدناه أوكرانيا بتوفيره وسنضع القدرات بين أيدي القدرات القوات الأوكرانية لتتمكن من الاندماج معا في الميدان وفي الأماكن المعارك خلال شهر أبرير الماضي جرين أول اشتماع لمجموعة الاتصال الدفاع الأوكراني لتوفير المساعدة لأوكرانيا واستمرت هذه الاشتماعات بإظهار دعمنا المستمر ودى مغير المتزعزع لأوكرانيا من قبل العالم مجموعة الاتصال هي تمثل اتحادنا في غرضنا وجهودنا وأهدفنا وجهودنا وقيمنا ما من أحد بيننا كان سيتمكن من بذل كل هذه الجهود ببر مفرده ولكن قد وفرنا أكثر من خمسين مليار دوران من المساعدة العسكرية منذ بداية الاحتلال الروسي الكامل على الأراضي الأوكرانية ونعمل على أجراء التنصيق مبايننا وذلك لإحداث التغيير المباشر في الميدان الروسي المتحدة وألمانيا وهولندا تعمل معنا على توفير أنظمة الدفاع الجوية الباتريت لأوكرانيا وفرنسا وإيطاليا تعمل على توفير أنظمة جوية أخرى ونعرف أن مجموعة من الدول منها ألمانيا وبولندا وكندا والبرتغال وأسبانيا والناروج ودنمارك وهولندا تعمل أيضا معا لتوفير الدبابات الدفاعية لأوكرانيا أما فيما يتعلق بالقوى العسكرية نعم الألويات المتحدة وهولندا والتشيك توفر أكثر من ستائي وسبعين دبابات جديدة هذا بالإضافة إلى التبرعات الأخيرة لبولندا بالدبابات الجديدة ونعرف أننا عملنا مع العديد من الدول للحصول على دخائر إضافية للقوات الأوكرانية وكما نعمل على توفير التدريبات للقوات الأوكرانية من خلال تدريبات الثنائية ومتعددة الأطراف مثل مهمة المساعدات العسكرية الأوروبية نعرف أن كل هذه المبادرات والمساعدات تتأتن من عزمنا وتضامننا في ورش العدو ولكن علينا أن نبذل ما هو أكثر من ذلك وعلينا تعزيز تركيزنا في هذا الصدد تتطلب أوكرانيا مساعدتنا ملحة وذلك لمواجهة هذه اللحظات الحيوية في استمرارها في هذه الحرب وصلت الضوء الرئيس الأوكراني على حاجة أوكرانيا إلى المزيد من المعدات خلال اجتماعنا الأخير يشرفنا أن نضم إلينا وزير الدفاع الأوكراني أليكسي روزناكوف شكرا جزيلا لقيادتكم والانضمامكم إلينا اليوم شخصيا كما نود أن نرحب بالمسؤول الرئيس الأوكراني كما يشرفنا أن نستمع إليكم ومن خلال ذلك سنفهم الوضع في البيدان وفي الجبهات الأمامية بالإضافة إلى ما تحتاج إليه أوكرانيا هدفنا هو توفير المعدات ولكن ليس فقط ذلك بل توفير القدرات الدائمة والمستمرة والكافية اليوم سنستمر بالتكلم عن تأزر مساعدتنا لتتمتع أوكرانيا بقدرات عسكرية ستسمح لها بالاستمرار في هذه الحرب سنسمع أيضا من الجنرال كوفولي بشأن التدريب الشمل والدامج الذي تم توفيره عبر أوروبا وسننقش أيضا مبادرات الصناعية التي ستساعدنا في الاستمرار بدعمنا لأوكرانيا على المدى الطويل فضلا عن ذلك سنتكلم عن آليات المحاسبة بالإضافة إلى المساعدات الأمنية التي نوفرها لأوكرانيا أيها الجنرال أيها الوزير أود أن أحيي فريق عملكم لكل هذه الجهود المبزولة وسنتأكد من أن المعدات التي سنوفرها لكم ستستمر بدفاع عن أوكرانيا في الجبهات الأمامية الشماع اليوم يأتي في وقت حيوي فنحن نعرف أن كرملا لا يزال يعتقد أنه بإمكاني الفوز في هذه الحرب ولكن بعد سنة على بداية هذا الحرب نبقى متحبين أكثر من ذي قبل ونعرف أن عزمنا سيسهم في الحفاظ على زخم أوكرانيا في الأسبوع المقبلة وسيساعد أوكرانيا على تخطي كل الطرق المتعرجة التي تبقى أمامها وحين أنظر إلى هذه الغرفة اليوم أعرف أن اتحادنا سيزداد ونفهم جميعا ما هي الرهانات في الحرب التي اختارت شنها روسيا لا يتعلق الأمر فقط بحق أوكرانيا في العيش بأمنا وسلام وسلام ولكن أيضا بالحرب التي سيريثها أطفالنا لا نريد أن نعيش في عالم حيث يحق للأتكراتيين والدلتطريين أن يتخطوا الحدود ويعملون على قصف الشعوب الآخرين إذن نلتأم اليوم معا لنقف حول عالم يسود فيه القانون ويتم احترام فيه السيادة ويتم احترام المواطنين فيه ترجمة نانسي قنقر